السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في الدرس السابق خلينا بعض الروابط في هوم بيج في هذا الدرس راح نعمل هيدر كومبوننت ورح نخلي كل هذه الروابط في الهيدر فامسح هذا وفي كومبوننت فولدر أعمل نيو فولدر وأسمي هيدر وفي هيدر فولدر أعمل نيو ري اكت كومبوننت وأسمي هيدر دات تي اس اكس أعمل الكمبوننت مالتي وأسمي هيدر وأعمل امبورت للهيدر في هوم بيج أمسح هذا وأكتب امبورت هيدر أرجع واحد إلى الوراء في كومبوننت فولدر هيدر وأجيب الهيدر كومبوننت وأخلي الهيدر كومبوننت إحنا إحنا بدلا من نقطتين هنا نقدر نكتب أد ساين أد ساين سلاش هو امبورت الياس لسرسي دايركتوري يعني هو يدول على اسرسي دايركتوري والكمبوننت فولدر موجود في اسرسي فبدلا من نقطتين نقدر نكتب هنا أد ساين سلاش أد ساين سلاش هنا يعني اسرسي بعدين أدنا الكمبوننت هذا الكمبوننت وبعدين هيدر وبعدين هيدر كومبوننت أفتح المتصفح جميل طبعا في هذا المشروع راح نحتاج إلى بعض الايكونز أنا راح أستخدم هذه المكتبة react icons أعمل copy من هذا الكماند npm install react icons copy وأفتح التيرمينال ctrl v وأضعط على enter أثبت هذه المكتبة في مشروعي npm install react dash icons أفتح المتصفح هذه هي مكتبة react icons عندك هنا كثير من الايكونز على سبيل المثال لو ردت ايكون person تكتب هنا person شوف جاب لك هنا النتائج تقدر تختار الايكون اللي تريده على سبيل المثال إذا ردت هذا الايكون تضغط على هذا الايكون يقول لك كيف تعمل import الايكونز وعندك هذا الكمبوننت اللي هو الايكون جميل نرجع إلى visual studio code أسد التيرمينال أفتح الهدر رح نشتغل هنا أمسح هذا وأكتب هدر الهدر رح يتكون من جزئا الناف بار وال رايت هدر فأول شي رح نشتغل فيه ناف بار أكتب ناف والناف رح يتكون من جزئا ناف لفت رح نخلي بيه اللوغو والناف لينكس رح نخلي كل الروابط في ناف لينكس فأعمل ديف في داخل الناف وفي هذا الديف أخلي الينك كمبوننت عملي auto import للينك كمبوننت لازم أعطي الهرف أخلي هوم بيج أريد أخلي اللوغو مالتي في هذا الكمبوننت في الينك كمبوننت اللوغو للموغع مالتي أكتب كلاود hosting أفتح المتصفح أفتح الرياكت آيكون وأكتب هنا تكنولوجي يعني أبحث عن تكنولوجي آيكون انطعني ثلاثة ريزولت أريد هذا آيكون أختار هذا أعمل كوبي لهذا كنترول سي وأرجع إلى فيجوال ستوديو كود أمسح هذا رياكت كنترول V عندي هذا الآيكون أخلي الآيكون هنا اسم الآيكون GR تكنولوجي أفتح المتصفح عندي الآيكون هنا هذا جميل تحت هذا الديف أخلي UL وفي هذا UL رح أخلي كل الناب links فأكتب link أكتب بي home href home page أعمل click هنا وأضغط على alt shift وأرو إلى الأسفل حتى يعمل copy بعدين عندي articles articles about slash about وعندي admin dashboard والمسار لadmin dashboard هو admin أم صح هذا ففي هذا ال UL عندي أربعة روابط رابط إلى home page رابط إلى articles page إلى about page وإلى admin page ورح أخلي login وregister btn تحت هذا الناب في داخل الheader فأعمل هنا div وأيضا رح يكون عندي هنا link أقدر أعمل copy من هذا ctrl c ctrl v ctrl v هذا login أكتب login وهذا register وأكتب هنا register جميل هذا هو الheader معلتنا يتكون من جزء الجزء الأول هو الnav والجزء الثاني هذا right header خليت ب login وregister btn أفتح المتصفح طبعا لازم نعطي styles نرجع لل vs code طبعا إحنا رح نستخدم tailwind css في هذا المشروع فقط للheader وبعض الكمبونتات الأخرى رح نستخدم pure css حتى تتعلم كيف تكتب css code في next.js فأني أريد أعمل ملف css مختصة لheader component في نفس الفولدر header أعمل ملف css activeheader dot css بهذا الشكل وأعمل import active import header dot css بهذا الشكل وأعطي إلى هذا الheader class name أسمي header أجي في header css وأكتب dot header أعطي هذه styles height 100 pixel display flex align items center justify content space between padding 0 40 pixel يعني الصفر من التحت والفوق و40 pixel من اليمين واليسار أعطي border bottom 4 pixel solid rgb هذا اللون background color rgb أعطي هذا اللون وأخلي position relative نرجع للبراوزر أعمل reload شوف أخذ الstyles أعطينا styles للheader مع css بدون أي framework فبسيط جدا أن تعطي styles للcomponent مالتك مجرد تعمل ملف css بصف الcomponent مالتك وتعمل import للcss بهذا الشكل ولكن عدنا خيار أفضل في nextjs للcss styling اللي هو css module نقدر نستخدم css module بدلا من css الاعتيادي كيف بسيط جدا أغير الاسم هذا الheader إلى rename header .module .css إذا ردت تستخدم module css في nextjs لازم تكتب اسم الملف css مالتك بهذا الشكل أول تكتب اسم اللي تريد أنا كتب header . بعدين module .css لازم تكتب الموديول فالnextjs رح يعرف هذا ملف module css هذا ملف css module حاليا في هذا css عندي .header أرجع إلى header component هالمرة أعمل import بشكل آخر اكتب import module from header .module .css في هذه الحالة بعدين ما نكتب الكلاس نعمل بهذا الشكل كيف أكتب هذا الشكل module .header هذا الموديول وهذا الموديول في داخل عنده شنو الheader class هذا الموديول هو object رح يكون بكل الكلاسات من هذا ملف css أرجع إلى المتصفح كل شيء تمام فاستخدام الموديول css هو أفضل من css الاعتيادي في next.js على سبيل المثال لقد عندك class container في هذا component وكان عندك component آخر مع نفس الكلاس الموديول ما رح يخلي يصير overload بين css classes إذا حضرتك مش تغل مع css تعرف هذا الشيء إذا يكون عندك class name مع أسامي متشابهة في بعض الأحيان رح يصير overload بين هذه الكلاس الموديول css هو يعمل prevent لهذا الشيء يعني إذا كان عندك في هذا component class container وكان عندك في page tsx على سبيل المثال class container إذا تستخدم الموديول بعد ما رح يصير بينتهم overload load ولكن إذا تستخدم css الاعتيادي في بعض الأحيان رح يصير overload بين الكلاس ورح يسبب مشاكل فالأفضل تستخدم الموديول أنا رح أسمي هذا الموديول ب styles برأيي أفضل فأسمي هذا styles dot header طبعا أي اس انتجر تسمي جميل أعطي class name إلى هذا link أعمل copy من هذا ctrl c ctrl v أسمي logo حاليا ما عدنا هذا class طبعا رح نشتغل عليه بعد شنو أنزل أنزل هنا ul أعطي هذا class name أسمي nav links وأيضا أعطي class لهذا أسمي nav link اعمل copy من هذا ctrl c وأعطي هذا class name لكل الروابط في داخل ul وأعطي class name لهذا login أسمي ptn وأعطي نفس class name للرجستر وأعطي class name لهذا div styles dot write حاليا ما عدنا هذه classes رح نعمل هذه classes في header dot module dot css عدنا class logo بعد الheader فأرجع هنا تحت الheader active dot logo أعطي display flex align item center font size 24 24 pixel font weight bold color هذا color rgb нач all the y nav links طبعا نسينا نعطي class لل nav bar خلي أعطي class اسمي ناف بار خلي نعطي styles لناف بار اخلي الناف بار فوق اللوغو display flex align item center justify content space between بعدين عدنا الناف links هذا ننزل تحت اللوغو margin left 30 بيكسل بعدين عدنا الناف link font size 20 font weight 600 margin 0 من الاعلى والتحت و 12 بيكسل من اليمين واليسار افتح المتصفح صار مرتب اكثر لازم نعطي styles للوغن ورجستر بتين نرجع عدنا اول شيء الرايت class display flex align items center gap 10 بيكسل وبعدين عدنا ال btn cursor pointer background color blue color white border radius padding 5 بيكسل 10 بيكسل font size 21 font weight 600 display flex align item center btn unhover background color dark blue وايضا nav link unhover color dark blue جميل نرجع لل متصفح كل شيء تمام اعطينا styles للهيدر مالتنا هذا هو اللوغو هذا ال navbar وهذا login ورجستر btn اذا اضغط على articles لازم يفتح لي articles page جميل اذا اضغط على about يفتح لي about page جميل ولكن انا اريد يكون عندي الهيدر في كل الصفحات حاليا فقط عندي في home page نرجع لازم نخلي الهيدر بدلا من home page وين في layout فامسح هذا وامسح الهيدر من ال home page وافتح layout هنا في البودي فوق ال children اخلي الهيدر سوى لي auto import للهيدر خليت الهيدر هنا واخلي هذا ال children في tag main فحاليا كل الصفحات في ال application ما لدنا رح يكون عندهم هذا الهيدر حاليا انا في home page افتح ال articles شوف عندي الهيدر افتح ال about admin login register كل شي تمام ففي هذا الدرس تعلمتوا كيف تعطون css styles الى componentات مالتكم جدا جدا بسيط تقدر تستخدم css الاعتيادي وتقدر تستخدم module css الافضل هو module css قبل ما انهي الدرس انا رح اخلي هذا navbar في component موحد ففي داخل الهيدر header folder اعمل new ملف واسمي navbar اعمل cutl هذا من الهيدر component control x واخلي هنا control v طبعا لازم اعمل import للlink component وايضا لازم اعمل اعمل import للstyles styles from header module dot css وايضا يريد هذا الايكون اعمل cut منه من الهيدر control x واخليه هنا control v جميل فخلينا ال navbar في component موحد حتى الهيدر يصير مرتب اكثر اخلي ال navbar هنا طبعا اكتب navbar جميل افتح المتصفح اعمل reload كل شيء تمام في الدرس القادم راح نتحدث عن client وسيرفر component شكرا لكم واشوفكم في الدرس القادم اشتركوا في القناة